يالله انا حزين انا بتقطع من قواي وانسي الطعام الفرحة الله لا يحرمنا من هالمسلسلات اللطيفة اللي تخلي الواحد ينسى نفسه لمدة نصف ساعة كاملة هذه المسلسلات اللي نحتاجها يا جماعة هذه المسلسلات اللي نحتاجها في حياتنا عاشرة اسابيع متتالية لا وين عشرة اسابيع تمنيت والله انها تكون عشرة اسابيع بالنسبة لي ولكن للأسف انا بدأت اتابع المسلسل لما وصل الحلقة السادسة فلذلك يبقى اخر اربعة اسابيع كانت من اروع اسابيع في سنة 2020 قولوا عني مطبل قولوا عني مبالغ قولوا عني اللي تقولوا تيد لاس هو واحد من ارهب المسلسلات الخفيفة واللطيفة والكوميدية اللي نزلت في عام 2020 واللي خلاني انتظر كل جمعة لمدة اربعة اسابيع متواصلة علشان انسى همومة الاسبوع كلها في هذا المسلسل شكرا ابل تيفي شكرا تيد لاسو شكرا لكل شخص نصحني اتابع هالمسلسل كيبيرب قايز اهلا والله بالجميع معكم الوجيه يوم جميل لكم كجمال وروعة روح المدرب الجميل تدلاسو المراجعة رح تكون بدون حرق فلا تشيل هم عزيزي الوجيه خليك معايا وحب اذكركم بحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي تعالوا تابعوني هناك نسولف ونمسي ونصبح على بعض بالخير وبالمرة يا عيوني انت تتأكد من انك مشترك في القناة وتذكر تسوي لايك لو اعجبك الفيديو لا تنسى لا تطلع كذا يا نساي انت اللي دائما تنسى انا زيكم ترى انسى حط لايكات على الفيديوهات اللي تعزي بني بس انا قاعد اذكركم لاتس جيت ستاعتد تتلاسو يا جماعة مسلسل بلطاني امريكي قدمت لنا ابل تي في بلس واستفدنا منه حاجتين اول شي انبسطنا واستانسنا وضحكنا وغيرنا اجواء وثاني حاجة شفنا قد ايش ابل مهتمة تعرض منتجاتها في كل لفة من هذا المسلسل واي مسلسل ثاني صراحة من ابسط حقوقهم تسويق ببلاش يا حبيبي ليش لا المسلسل درامي وكوميدي ورياضي ولكن هذا ما يعني انك لازم تكون انسان مهتم بالرياضة علشان تتابعه no it's fine المسلسل حصل على تقييم 8.7 من 10 على موقع ايم دي بي يعني 9 الا شوية اما بالنسبة لموقع روتين توميتو who gives a f*** about روتين توميتو اصلا المسلسل مكون من 10 حلقات كل حلقة مدتها نصف ساعة فقط اخ والله بشتاق للنصف ساعة هذه اللي كانت في كل اسبوع خلاص يا وجي خلاص خلاص تفاية تطبيل اوكي قصة المسلسل عم ندرب كرة قدم امريكية اسمه تيد لاسو كرة قدم امريكية اللي كلها عنف وتدبيج بعيدة كل البعد عن كرة القدم اللي نعرفها كعرب سواء من ناحية القوانين او من ناحية اسلوب اللعب او حتى من ناحية شكل الكرة نفسها الامريكان يقولوا لها فوتبول يعني كرة قدم مع ان القدم ما لها اي دغل فيها الرياضة الا شي بسيط والانجليزين يقولوا لها سوكل اتوقع علشان يكون لها اسم خاص فيهم وما يقلدون الامريكان المهم يا حبيبي ما اعلن من ذلك كلام تيد لاسو هذا يا جماعة في ظروف معينة كده يتم استدعاءه لتدريب كرة القدم في بريطانيا لصالح نادي بريطاني مو كرة قدم امريكية كرة القدم اللي نعرفها المشكلة مو هنا اما للمشكلة وين يوجيه كل خبرة التدريبية كانت في كرة القدم الامريكية يا رب انكم عارفين الفرق الحين ولكم ان تتخيلوا التحدي اللي اقحم نفسه فيه هذا المدرب الجميل تيد لاسو تحدي ماهو سهل ابدا وبمجرد وصوله الى النادي يلقى الكل معتبره اضحوكة ونكتلى اكثر مدرب كرة قدم امريكية جاي يدرب نادي انجليزي كرة القدم اللي ما يعرف عنها شي ايش الاضحوكة هذا ايش هتكون ردة فعله تجاه استهزاء الناس فيه ايش بتكون ردة فعله تجاه عدم ايمان لاعبين فريقه فيه ومن هنا يبدأ المسلسل المسلسل بشكل عام ما يتكلم عن كرة القدم او خلينا نقول ماهي عنصر اساسي بقدر ماهي مجرد قضية جانبية الهدف منها اعطاء المتابع تجربة جديدة عن التجارب اللي تعودناها في عالم المسلسلات والمسلسل يسلط الضوء بشكل كبير على الانطباع والتغيير اللي راح يتركوا تيد لاسو في هذا النادي هل راح يرفعوا الى الاعلى ام راح يهبط بهم الى الاسفل بمزيج وخلطة متزنة كذا ما بين الدراما والكوميديا ما راح تحس ان المسلسل بالغ في الكوميديا النسبة والكمية المناسبة من الكوميديا راح يعطيك اياها ولا راح تحس ان الدراما فيه متسلطة بشكل كامل او مملة شوية كوميديا شوية دراما مواخ اماميه طبخة لذيذة تعيشك تجربة جدا مختلفة يا سلام عليكم ياابل تيفي ولا لي تقوم يفقهون للامانة يا جماع المسلسل هذا ما هو من المسلسلات اللي تحتاج كم حلقة علشان تبلع الهوك تبعها غالبا المسلسل هذا بتبلع الهوك من اول 10 دقايق في الحلقة الاولى شغل الحلقة الاولى يا مدير بوم ابلع هوك مبروك لقد علقته في سنارة المسلسل وهالشيء للامانة ما هو سهل ما هو سهل انك تتعلق باي مسلسل بهالسهولة العادة تحتاج حلقة حلقتين ثلاثة على حسب المسلسل ولكن ابل للامانة نجحت في هذا الجزئية وعرفت انها تخليك ترتبط بالمسلسل من اول حلقة ما اتكلم عن الكل طبعا ولكن الاغلبية انا متأكد بيرتبطوا من المسلسل من اول عشر دقائق ولا من اول حلقة على الاقل والجميل اكثر يا جماعة ان المسلسل مرة محافظة على مستواه كل حلقة جميلة كل حلقة ممتعة يعني عادة اذا ما لقيت مؤشر المسلسل بالنسبة لك في صعود صدقني ما راح تلقاه في هبوط ابدا مسلسل متماسك جدا من جميع النواحي جيسون سديكس يا جماعة ممثل مرة رهيب واحب الكوميديا اللي يتميز فيها ما هي كوميديا مبتذلة او تحس انه جالس يجتهد في تقديمها كده الانسان تحسه موهوب بالفطرة او كوميدي بالفطرة وفي هالمسلسل قدم شخصية تيد لاسو باروع واجمل شكل صراحة راح يخليك تضحك ورح يعطيك الجرعة المناسبة من الكوميديا اللي بتحتاجها في كل حلقة بدون اسراف وبدون ابتذال فضلا عن انه شخصية تيد لاسو بشكل عامة اعتبرها شخصية ملهمة اكثر من مجرد شخصية كوميدية وحرفيا لو عندي نفس عقلية ومزاج تيد لاسو يا سلام ده كان يمداني مرتاح والله الانسان متصالح مع نفسه بشكل مو طبيعي يا الله حاولوا حاولوا تكونوا زي تيد لاسو طبعا المسلسل ما هو قائم على تيد لاسو لحاله للامانة ولا هو شاي للليلة كلها على كتافه الشخصيات الثانية برضو لها قيمتها ولها وجودها في كل حلقة أنا ويدنغ هام بدور ريبي كمديرة او رئيسة النادي قدمت دور جدا جميل ما بين حدة طباعها وما بين اللحظات الكوميدية والدرامية الممتعة اللي تكون بينها وبين تيد لاسو براندن هانت برضو بدور المدرب المساعد لتيد لاسو دوره جدا رهيب ومن اكثر الشخصيات اللي حبيتها في المسلسل واللي تقريبا هو الشخص الاول والوحيد اللي كان مؤمن بتيد لاسو ايمان شديد جدا وجامعاه من امريكا لهالنادي برضو وبالمناسبة يعني لو عندك صديق يشبه كوتش بيرت لا تفرط فيه مرة كده يخليه قريب منك اشخاص مثل وتحتاجهم في حياتك جونة تيمبل برضو بدور كيلي دورها جميل ولا توقعت انه يطلع منها هالكوميدية مرة مع اني ما شفت لا اعمال كثير يمكن اخر عمل كده جاء في بالي دورها في فيلم مستر نوبادي والكلام ذا مرة زمان يعني وما ودي اقول لكم وش وظيفتها او ايش وضعها في المسلسل اكتشفوها بانفسكم ولكن الامانة دورها كان مرة ممتاز واكيد ما راح ننسى نيك محمد بدور نيثن نيك محمد يب حتى انا انصدمت لما اعرفت ان اسم ابوه محمد الزبدة يا جماعة دوره كان مرة جميل ولطيف والشخصية اللي قدمها وتفاعله مع المحيط اللي حوله كان مرة رهيب ولا ودي صراحة اجحت باقي الشخصيات المسلسل كشخصيات بشكل عام جدا جميل يمكن بس في شخصية واحدة شوية احس انهم بالغوا في تقديمها بشكل مزعج وهي شخصية جيمي ايه شخصية ملغوصة كذا بالغوا فيها بزيادة المهم يا جماعة اقول لكم انه مسلسل جزء منه يتكلم عن كرة القدم او عن عالم كرة القدم فلذلك تأهبوا لان هذا المسلسل راح ياخذكم في رحلة بشكل غير مباشر لداخل اندية كرة القدم من غرفة تبديل ملابس اللاعبين الى مقر الادارة والمدربين ومنها الى ارضية الملعب راح يعطيك فكرة كيف طريقة سير الامور داخل الاندية ما هو بشكل معقد ولكن بشكل مبسط وغير مزعج واللي برأيي اشوفها فرصة حلوة لللي حاب يعرف اكثر عن اندية كرة القدم من الداخل وبرضو من خلال الجمهور الانجليزي المتعصب في ارض الملعب او في البارات حتى بتاخذ فكرة عن قد ايش الجمهور الانجليزي يقدسون شيء اسمه كرة قدم طبعا جابوا الجزء البسيط والخفيف من جانب الجماهير الانجليزية لو جاب الجانب الحقيقي بتشوف معارك ودماء وعلى هذا الطارق لو تبغون تشوفون فيلم عن الجمهور الانجليزي وتعصبهم والمشاكل اللي تصير بينهم مشجعين لا يفوتكم هذا الفيلم Green Street Hooligans نزل في عام 2005 فيلم مرة قوي لا يفوتكم عموما للامان انا ما تابع كرة قدم او بالاحرى تركت متابعتها من حوالي 7 سنوات لان وضعي كان جدا سيء وكنت متعصب واتضايق اذا خسر فريقي فقررت اشتري دماغي واترك المجال وخلاص ما لي في الصداع ياخذ ولكن وعلى قولة واحد من الشباب يقول انا ما تابع كرة لكن لما اكون جالس مع ناس واضطر اتابع مباراة معاهم القى نفسي متحمس ولو بقدر بسيط مع المباراة بالضبط هذا اللي بيحصل حتى وان كان مالك في الكورة راح تلقى نفسك منجذب ومتفاعل مع الاحداث المتعلقة بجانب كرة القدم في هذا المسلسل وبالنسبة للشخصيات لا تتوقعون ان هالمسلسل بيتعمق لكم في تفاصيل او ماضي الشخصيات بشكل كبير لانه مسلسل قصير في النهاية يعني نص ساعة يدوب بس تضحك وتستانس شوية وخلاص ولكن لا تشيل هام لانك راح تقدر تعرف ايش وضع او تقدر تخمن ايش ممكن يكون ماضي كل شخصية بناء على دورها او تصرفاتها في المسلسل ختاما مسلسل تدلاسو نازل منه موسم واحد مكتمل والموسم الثاني اللي الان ما تم تحديد موعده وكتوصية مني انا اخوك الصغير الوجيه انصحكم بشدة انكم تتابعوه صدقوني ما راح تندمون ولا تستعجلون فيه لا تشغلوا الان وتجيني بكرة تقول خلصت والله في جلسة واحدة يا وجيه اهدى يا عيوني اخذلك حلقة واحدة كل يوم او بنهاية كل يوم لمدة عشرة ايام وصدقني بتكون هالحلقة كفيلة انها تعدلك مزاجك وتروقك على الاخر حسيت انها وصفة طبية وانا جالس اقول لك حلقة واحدة بنهاية كل يوم الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو وشاركوني اراكم في التعليقات حول مسلسل تدلاسو ولا تنسوا الاعجاب في الفيديو لو اعجبكم الفيديو ياخي لا تنسوا يا اخي انا عارف والله انا زيكم انسى بس انت لا تنسى اضغط لايك يا اخي اذا ما عجبك حدس لايك عادي بس حد كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم